موسيقى الشيخ رائد صلاح في نهاية المراجعة السابقة كنت تحدثني عن مشروع جديد هيئة لمقاومة التجنيد في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية أظن أن الإسرائيليين يجندون الآن البدو يجندون الدروز أما العرب الآخرين فلا يجندون الصورة كالتالي الشركس يجندون يجندون نعم الذي يحدث كالتالي المؤسسة الإسرائيلية فيما مضى في لحظة من اللحظات قامت باستدراج مجموعة قليلة جدا لا تتجاوز أصابع اليد وبعض الأرقام الأخرى قامت باستدراجها من الأهل من الدروز هذا كان في الخمسينات يعني بعد قيام الدولة مباشرة بعد قيام الدولة وخلال ذاك الاستدراج من المؤسسة الإسرائيلية ادعت المؤسسة الإسرائيلية فيما بعد أنهم وقعوا على الموافقة على الخدمة العسكرية الإلزامية للدروز في الداخل الفلسطيني من هؤلاء الذين وقعوا ممثلون للدروز؟ ما كانوا ممثلين وإلى الآن الدروز يقولون هم لم يكنوا ممثلين لنا وما كانوا إلا أشخاص هذا على اعتبار الرواية الإسرائيلية وحتى الآن الرواية الإسرائيلية تحتاج إلى تدقيق وفحص هل فعلا أولئك الكوم وقعوا أم لا؟ أيضا هذا السؤال مطروح ولكن على فرض أنهم وقعوا ما كانوا يمثلون إلا أشخاصهم الآن المؤسسة الإسرائيلية حاولت أن تبتز هذا الإدعاء حتى النهاية فبدأت تدعي بناء عليه أن الخدمة العسكرية يجب أن تكون إلزامية للدروز في الداخل الفلسطيني وبدأت تتعامل معهم على هذا الأساس وبدأت تستدرجهم أن يقوموا بالخدمة العسكرية على هذا الأساس الآن بدأت المؤسسة الإسرائيلية تمد خيوط استدراجها إلى قطاع آخر وهو قطاع الشركس في كفر كما وهناك قرية تسمى الرحانية أيضا بهدف أن تستدرجهم للخدمة العسكرية محاولة أن تدعي كذلك أنها استدرجتهم إلى خدمة عسكرية إلزامية ويجب أن يكونوا ملزمين بالخدمة العسكرية في نفس الوقت بدأت المؤسسة الإسرائيلية تمد خيوط استدراجها إلى قطاع البدو عندنا في الداخل الفلسطيني أيضا بهدف أن يقوموا بالخدمة العسكرية أبعد من ذلك حاولت أن تطمع باستدراج الجميع حتى قطاع المسلمين والمسيحيين بشكل عام في المثلث والجليل بدأت تحاول أن تستدرج أعداد منهم إلى الخدمة العسكرية إذن هذه الظاهرة أصبحت ظاهرة مقلقة أصبحت شرا مستطيرا يهدد الجميع وهؤلاء الذين يجندون يخدمون في الضفة الغربية في قطاع غزة يعني يستخدمون للتنكيل بإخوانهم هذه النتيجة المرة هذه المأساة أن الإنسان عندما يدخل في إطار الجيش الإسرائيلي سواء طائعا أو مكرها هو في نهاية الأمر يقاتل نفسه يطلق الرصاص على ذاته يقاتل أمته نعم هو يقاتل نفسه وهذه النتيجة أصبحت معروفة للجميع لا تحتاج إلى من يؤكدها هي واضح لا يحتاج إلى توضيح هذا الأمر دفع أن تخرج أصوات كثيرة تقول علانية مثلا في دائرة الأهل الدروس بدأت أصوات شجاعة تقول الذين وقعوا علامة الدعي المؤسس الإسرائيلي من قال أنه يجب أن يلزم الطائف الدرزي هذا غير مكبول نحن نرفض هذه الوثيقة ومن وقع عليها هذا إن صحت الرواي الإسرائيلي لذلك بدأوا يطالبون الآن بمكاومة الخدمة العسكرية وهذا الذي دفعكم إلى التفكير بهذه الهيئة؟ نعم حقيقة هذا تفكير لا أقول أنه جديد للحق هذا التفكير يتردد منذ سنوات طويلة هناك ضرورة وهناك صوت بدأ يتحدث عن هذه الضرورة لمكاومة الخدمة العسكرية الآن أظن أن الحرب على غزة التي شهدها العالم والتي هزت ضمير كل الإنسان في العالم يقول أنا إنسان يكفي أن يقول أنا إنسان هزت ضميره هذه الحرب لعلها كانت الآن ذات أثر هام مباشر بأن دفعت الكثير مننا مرة أخرى أن نجدد جهودنا من أجل تجديد همة العمل على مقاومة الخدمة العسكرية إن كانت إلزامية أو كانت اختيارية فيما يتعلق بالدروز شيخ رائد فيه دروز اللي أصلا موجودين في فلسطين عندما احتلت عام 48 ولكن أيضا هناك دروز الجولان نعم دروز الجولان نسمع عن مقاومتهم للاحتلال عن مطالبتهم بإنهاء الاحتلال الدروز في الجولان لا شك هم إطار لا يزال يتمسك بشكل واضح بارتباطه بالأم سورية ويعرف نفسه أنه محتل يرفض أي إجراءات رسمية تحاول أن تفرضها عليه المؤسسة الإسرائيلية يفرض أن يحمل الهوي الإسرائيلي أو أن يحمل جواز الصفر الإسرائيلي يتمسك بأرضه حول أرض الجولان إلى بستين تفاح بستين كرز بستين رمان من أجمل يوم ما يمكن ولهم إرتباط معنا وفيق مع قضايانا مع الكدس مع المسجد الأقصى حق يجب أن يقل ومن بينهم قائم طويلة من الأسرى السياسيين منهم من مات حتى في السجن ومنهم من لا يزال في السجن ومنهم من أصيب بمرض السرطان واضطرت المؤسس الإسرائيلي أن تخرج من السجن على خلفية هذا المرض هذا عن الأهل في هضوة الجولان وبيننا وبينهم مودي وتواصل كوي جدا فيما يتعلق بالذين يجندون ويخدمون في الجيش الإسرائيلي أنتم في الداخل الفلسطيني في الداخل العربي في فلسطين حصرت بينكم وبين الإسرائيليين مواجهات هل وجدوا أنفسهم مضطرين لأن يخدموا ضدكم يعني مثلا في حادثة مشهورة واسمها حادثة الروحة أي نعم وفي بعدين المشاكل التي صارت عندما تفجرت الانتفاضة الثانية في عام 2000 نعم يعني هناك دائما احتمال أن يجد نفسه وهذا ابن القرية وهو ابن المدينة التي ترسل القوات الإسرائيلية لضربها أو لإسكاتها للتنكيل بها أن يجد نفسه في مواجهة مع أهله هذا للأسف واقع مر واقع مر للأسف موجود وصفك وصف ضقيق ومؤلم يعني في نفس الوقت وهذا المشهد تكرر تكرر أكثر من مرة يعني أنا أذكر في عام 2007 ميلادي كنا قد أقمنا اعتصاما في القدس الشريف متواصل بدون توقف أيام وأسابيع وأشهر ضد جريمة الاحتلال الإسرائيلي لهدم جزء من المسجد الأقصى وهو طريق المغاربي جاءنا حافل كبير من الجولان من الأهل الدروز هناك وبطبيعة الحال عندما نزلوا من الحافل نزلوا بمظهر جماعي يحملون العلام السوري ومشوا نحو موقع اعتصامنا وأخذ يرددون هتافات وأهازيج أثارت كل الأجواء في تلك البقعة من الكدس وهي وادي الجوز كرب سطح الحلواني طبيعة الحال لما كان هذا المشهد تفاجأنا وإذ بكوات هائلة من الاحتلال الإسرائيلي أحاطت بنا وبدأت تطلق علينا القنابل المسيلة للدموع من كل جانب وهي قنابل حارقة على فكرة ليست مسيلة الدموع فقط حارقة الذي يصاب قد تؤذي هذا شديد الآن في ذاك الحدث بالذات كان هذا المشهد الذي تفضلت به لعل البعض من أولئك الذين يقومون بالخدم العسكري من الدروز أو من البدو أو من قطاعات مسلمين أو مسيحيين يستدرجوا إلى هذه الخدمة كان البعض منهم عندما وقع علينا ما وقع من أذى كان البعض منهم من هذه الكطاعات هذا واضح جدا تفضلت وذكرت اسم الروحة هذا الحدث كان في تاريخ مدينة أم الفحم وكل المجتمعنا في الداخل الفلسطيني هذا حدث مشهود حصلت في عام 1998 بالضبط عام 1998 في حين حاول الطرف من المؤسسة الإسرائيلية أن يبلغنا أنهم كرروا مصادرة أراضي الروحة ومن هون جاء اسم الأحداث الروحة قرية الروحة لا أراضي واسعة أسمها الروحة الروحة بالضبط هي أراضي تتبع لأهل مدينة أم الفحم ولأهل قرى ومدن وادي عرى كفر قرع عرى عرعر كرى أخرى تمتد في هذا المكان فهب الناس رافضين هذه المصادرة الظالمة بناء على هذا الرفض الجماهيري الذي تمثل ببدايات إقامة صلاة جمعة على أراضي الروحة الأرض لا يوجد فيها بيوت ولا سكان أرض تحمل أشجار اللوز سهول جبال ممتدة من اللوز والزيتون وأشجار مثمر أخرى مثل التين والرمان وكل هذه الأشجار الطيبة بدأت الناس تصلي صلاة الجمعة هناك آلاف أقمنا خيمة مبيت واعتصام دائم في أراضي الروحة ردا على هذه النشاطات التي من طرفنا قامت قوات هائلة واقتحمت أولا مدينة من الفحم في مدخل مدينة من الفحم هناك المدرسة الثانوية المدرسة الثانوية الشاملة القوات المدججة بكل عتادها هراواتها وكنابلها المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي اقتحمت المدرسة الثانوية على الطلاب دخلت الصفوف ضربت طلاب من أهل أم الفحم ضربت معلمين ثانويين من أهل أم الفحم جرح عشرات الطلاب 140 طالب جرحوا في تلك الأحداث مكتبة المدرسة الثانوية أصبحت برك الدم أصبحت برك الدم واسعة بعض الطلاب إلى الآن أصبحوا ذويعهات كلعت عيونهم في تلك الأحداث والبعض تعرض للاعتقال على أثر اقتحام المدرسة الثانوية ووصول الأخبار إلى أهل أم الفحم أن أبناءكم محاصرون وهناك حوالي ألف ومتين طالب في داخل تلك المدرسة على أثر هذا الخبر الناس بدون وعي هجمه تدافعوا تدافعوا إلى المدرسة الثانوية وتدافعوا من كرة مجاورة بل تدافعوا من الجليل تدافعوا من النقب من كل المثلث فجأة وإذ بالأحداث تتحول إلى اشتباكات عنيفة ما بين جماهير الداخل الفلسطيني بدون استثناء مع القوات الأمنية المختلفة بأسماءها وأسلحتها ومراتبها من الطرف المؤسسي الإسرائيلي في حينه قاد تلك القوات رجل جنرال يسمى الكرون في مقابل إراضي جماهيرنا وثباتها على حقها وتمسكها بأرض الروح استمرت الأحداث أكثر من ثلاثة أيام ازداد الجرحة كان أكثر من ستمية جريح وبدأوا ينكلوا إلى المستشفيات وقسم اعتكل ونكل إلى السجون بطبيعة الحال كان لنا نصيب وأصبت في تلك الأحداث أيضا نكلت مع من نكلوا إلى المستشفى وجت نفسي في غرفي أنظر حولي هذا فلان من أم الفحم جريح فلان من عرعرة جريح فلان من كفر قرع جريح وجت نفسي في غرفي كل الجرحة ممثلة بكل أبناء المنطقة كانوا من أحداث الروحة فالشاهد لا شك أنه في الطرف الذي ألقى علينا الكنابل المسل الدموع أو الرصاص المطاطي أو اقتحمنا بالخيل والهروات والضرب والعصي لا شك ممن استدرجوا من قطاعات مختلفة من مجتمعنا في الداخل الفلسطيني سواء يخدمون بإرادتهم أو مجبرين باسم الوثائق التي تدعيها المؤسس الإسرائيلي في حق الأهل الدروز أو الأهل الشركس هذه الخلفيات بدأت تولد مطلب مطلب إنساني مطلب انتمائي مطلب للحفاظ على الذات والهوية إنه من قال أن الخدمة العسكرية هي لعني يجب أن تلازمنا طوال حياتنا وتطورطها الأجيال من قال ذلك لكن هو الغاء التجنيد الإلزامي يحتاج إلى تشريع في الكنيسة في الغالب لا أتصور ذلك لا أتصور ذلك هل لو امتنع الناس يعني مثلا الآن في مجموعة من الجنود الإسرائيليين بيسموهم نعم هذول اللي بيرفضوا وأنهم يخدموا سواء غالما هم من الاحتياط بيكون أظن ضباط الاحتياط ويرفضوا أنهم يرجعوا ويخدموا أو ربما يكونوا جنود محتثين لو أجمع العرب على أن لا يخدموا هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى إفشال مخطط التجنيد الإلزامي طبعا مئة بالمئة وهذا صراحة ما نصبه إليه أقولها علانية هذا ما نصبه إليه ولذلك أقولها صراحة نحن في هذه الفترة كان لنا لقاء أول واجتهدنا أن يكون اللقاء الأول في قرية درزية في الداخل الفلسطيني تسمى بيت جن وكنا ضيوفا عند أحد الإخوة هناك في تلك القرية لا داعي لذكر الإسم طبعا الآن في تصوري الأولى يعني عدم ذكر الإسم كنا في بيته وكانت هناك مجموعة قيادات كنت أنا في ذاك اللقاء أذكر كان أحد الإخوة يسمى أبو إسعد وهو مسؤول أبناء البلد كان هناك الدكتور عطالله حنة كان هناك كاتب وقياد سياسي من الأهل الدروز محمد نفع وكانت هناك كيادات أخرى كثيري كان في بيت من البيوت في بيت جن وكانت الرسالة واضحة أجمع عليها الجميع أن الخدمة العسكرية وإن كانت استثنائية شاذية وإن كانت محصورة وتضيق يوم بعد يوم يعني الظاهرة الآن في المجتمع البدوي أوشكت أن تختفي الحمد لله رب العالمين في المجتمع الشركسي بدأت تختفي رويدا رويدا حتى في المجتمع الدرزي بدأت تختفي ولكن مع ذلك كان عندنا قناعة لابد من إقامة هيئة بإسم الجميع تمثل الجميع تخاطب الجميع بأنه أنا الأوان أن نحارب الخدمة العسكرية إن كانت إجبارية أو كانت تطوعية وليكن ما يكون ما الذي سيكون قد يسجن واحد لأنه يرفض الخدمة فليسجن ما نصيب في ذلك؟ أنتم بهذا طبعا تعلنون الحرب على المؤسسة الصهيونية هم قد يعتبرون ذلك بمثابة إعلان حرب هو حقيقة موقف مزعج للمؤسسة الإسرائيلية ونحن لا يؤسفنا أن تنزعج المؤسسة الإسرائيلية حقيقة هو في الأصل موقف منتصر لذاتنا موقف منتصر لذاتنا وهذا مطمعنا الأساس هذا مطمعنا الأساس وبالذات لماذا أنا أقول هذا الأمر بحماسة لأن هناك قياد كبير ديني وسياسي التفت حول المطلب الآن من كل مكونات مجتمعنا في الداخل الفلسطيني الكل الآن يلتف حول هذا المطلب وأقولها نحن الآن بصدد سلسلة لقاءات وقد تسمعون عننا في المستقبل بنشاطات كثيرة في هذا الاتجاه مكاومة الخدمة العسكرية التطوعية أو الإلزامية قد تسمعون عن مهرجنات عن مؤتمرات عن لقاءات محلية أو حتى لقاءات في الخارج كل هذا في سلم مخططاتنا ومشاريعنا القادمة إن شاء الله تعالى في مرة كان في محاولة لإغتيالك حقيقة القضية هذه لها أكثر من موقف ونحن طبعا نؤمن بأن المحي والمميت هو الله سبحانه وتعالى ولكن القضية عادت على نفسها في أكثر من حدث هذا الحدث عشته وكان هناك شهود على الحدث في مصادمات الروحة كانت هناك محاولة الأمر بدأ يكوى حقيقة وبدأنا نلاحظ قراء تجتمع تؤكد ذلك بعد الضور المبارك النامي الحمد لله الذي أكرمنا الله به خدمة للقدس الشريف والمسجد الأقصى يعني في عام 2008 يعني قبل سنة تقريبا صدرت فتوى دينية من القيادات الدينية اليهودية بصريح العبارة تطالب بقتل فلان ما ذكروا اسمي وقالوا رائد صلاح ولكن قالوا بقتل فلان الذي يتميز بواحد اثنين ثلاث اربعة كل الأوصاف تؤكد أنني أنا المقصود يعني الشخص الذي صفته كذا وكذا وكذا دون ذكر الاسم الكل أجمع من قرأ الفتوى سواء كان يهودي أو غير يهودي الكل أجمع أن الذي كان مستهدفا هو أنا يعني هو تحريض من جهة ومن جهة أخرى مبرر أنه لو حدث عمل يبرر هذا العمل فواضح جدا تلك الفتوى أعلنت عن جواز قتلي باسم الدين وهذا كان الأمر الذي أثار الناس وأثار الجماهير في حينه الآن في حينه ماذا حدث بعد أن صدرت تلك الفتوى معروف أنا الآن يتوجه ضد عدة ملفات قضائية في المحاكم الإسرائيلية وما بين الفتر والأخرى تتابع محاكمات في القضاء الإسرائيلي هناك قضية التي سميناها خطبة جمعة في وادي الجوز أحاكم عليها نفس الوفد من الجولان عندما جاءنا زائرا إلى القدس تحول إلى ملف ضد وأحاكم علي الآن المحامون أطلقوا عليه اسم ملف العلم السوري وأحاكم على هذا الموضوع الآن يعني أثارهم رفع العلم السوري لا شك والآن هي ملف ضدي وهناك ملف ثالث أيضا عندما حاولنا أن نستنكر أن نعترض أن نوقف جريمة هدم باب المغاربة أيضا هناك ملف ضدي ثالث أيضا أحاكم عليه لماذا أقول ذلك في أحد الأيام التي كنت مطالب فيها للصفر إلى الكدس من أجل أن أحاكم على أحد هذه الملفات في المحاكم الإسرائيلية صباحا عند الفجر عند الفجر تمت اتصالات لا أريد أن أخوض في التفصيلات الأسماء الآن للمصلحة تمت اتصالات بين فلان عن فلان من فلان إلى فلان باختصار وصلتني الاتصالات ساخني كانت وكان المتصل الأول يقول ضروري لو في منتصف الليل يجب أن يصل هذا الخبر إلى الشيخ رائد صلاح وصل الخبر قبل أن أسافر إلى الكدس كان مفاد الخبر هذا اليوم وكان يوم خميس ممنوع أن تسافر فيه هناك معلومات مخابراتية من أحد من أحد مكاتب عربية رسمية تقول محذري دولة عربية رسمية لا أريد أن أخذ بالتفصيلات الآن تحذر أن في هذا اليوم ستكون محاولة لإغتيالك من كبل مجموعة يهودية لا تسافر إلى الكدس لا في هذا الخميس أو الخميس الذي بعده لأن المحاولة قد تحدث هذا الخميس وقد تحدث الخميس الذي بعده وفعلا في حين لما أخذت هذا الخبر رأسا بصراحة قمنا بعقد لقاء طارئ لإدارة الحركة الإسلامية فورا وتباحثنا في الأمر وبطبيعة الحالة اتخذنا خطوات واتخذنا إجراءات مستعجلة وإجراءات طويلة المدى وأقولها بشكل واضح يعني أنا جدا متأسف لما سأقول الآن اتخذنا فورا قرار بمنعي أن أتحرك من بيتي إلا بحارس شخصي لأن الأجواء لأنك أصبحت مستهدفة كانت تشير إلى ما لا تحمد عكباء مع يقيننا أخر مرة أن المحي والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى طيب سبحانه وتعالى بسمحل نأخذ فاصل وبعده عاوزين نتكلم عن قصة اعتقالك وسجنك في عام 2003 إن شاء الله إن شاء الله رائد تكلمنا ونحن نتصفح كتاب الذكريات كيف كان الإسرائيليون يطاردونكم يلاحقونكم يغلقون المؤسسات المؤسسة والمؤسسة عام 2003 اعتقلتم وحولتم إلى المحاكمة ما قصة هذا الاعتقال الاعتقال كان بالضبط بتاريخ 13 5 2003 ميلادي أنا كنت في ذاك اليوم ليلا بجانب والدي رحمة الله عليه كان يعاني من مرض السرطان وكنت في تلك الليلة قد سألت ممرض في المستشفى وهو ممرض من قريب قريب مننا شاب طيب الحمد لله أديب خلوك من أهلنا سألته عن الوضع فقال لي الوالد في حالة احتضار سبحان الله لم تبقى إلا ساعات كنت أعرف الحقيقة ولعل البعض لم يكن يعرف الحقيقة هاي من أهلي الكل كان يعرف أن هناك مرض سرطان أنا شخصيا كنت أعرف أنه في آخر الساعات فجلست بجانبه بالضبط وكنت أراجع مستثمرا وكتي أراجع قصيدة شعر كنت كتبتها عن سقوط بغداد الأخير بعد الاشتياح الأمريكي كنت أراجع بتلك القصيدة وفجأة دخل رجل غريب فظننت أنه جاء زائرا ولكن استبعت هذا الأمر قلت مستحيل هذا جاء يزورنا الآن بعد منتصف الليل فقال لي أنا أريد أن أكلمك خارج الغرف كان إسرائيلي كان إسرائيلي نعم فخرجت فعندما سرنا بعيدا عن غرفة الوالد قال لي أريد أن أخرج معك خارج مبنى المستشفى بعض الوقت فخرجنا ووصلنا إلى باب المستشفى وإذ بمجموعة سيارات واضحة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية هناك قال لي أنت معتقل فطبعا قلت له ولكن أنا سأعتقل الآن فمن يبقى عند الوالد يوجد هناك أخلي فقط أريد أن أعطيه الخبر قال لي لا لا يمكنك ذلك أنت من الآن معتقل لا يمكن أن ترجع خرجت معهم في السيارة طبيعة الحال ومنذ تلك اللحظة أصبحت معتقلا وفي اللحظات الأولى الذي كان مسؤول عن الاعتقال قال لي أنا المدعو الضابط كمين اسمه في اللغة العبري كمين وهم عملوا لك كمين وكان لي كمين نعم اسمه ودوره كان كمين فقال لي الآن سنذهب إلى مكتبك ونريد أن نفتش المكتب في مدينة ملفحم هذا كان بعد منتصف الليل مكتب الحركة الإسلامية مكتبي نعم في الحركة الإسلامية فصفرنا إلى مدينة ملفحم وهناك عندما وصلت إلى المبنى المكتب كان منظر يعني لا ينسى كان المكتب محاصر بقوات هائلة من الوحدات الخاصة الإسرائيلية كوات الوحدات الخاصة مع طائرة مروحية كانت تتجول فوق مدينة ملفحم ومع عشرات من وسائل الإعلام الصحافي وفضائيات على أشكالها مختلفة يعني هم أبلغوا وسائل الإعلام بأنه في مؤداهمة واعتقال تمام كانوا قد أعطوهم خبر وكأنه يراد أن يسوق هذا للشارع الإسرائيلي وللشارع عالميا حتى حتى عالميا لأنه وسائل الإعلام كانت من كل حدب وصوب كما يقال باختصار أنا وصلت إلى المكتب وأنا لا أدري حتى ما الذي يجري ولكن يعني أقول لا حوله ولا أكتل بالله أنا متوكل على الله تعالى نزلت من السيارة فكان هجوم إعلامي علي أي الكل يريد أن يصور إما بكاميرا وإما بتلفزيون باختصار يعني صعطت إلى مكتبي في طابق ثاني ومن ورائي كل هذه المجموعة كمين ومن معا فلما دخلت إلى المكتب طبعا فتشوا المكتب ما وجدوا أي شي كتب ملفات عادية فلفت انتباههم وجود جهاز لتقطيع الورق أنا عندي في المكتب فرامي فرامي نعم رأسا أفرم فيها الأوراق فكمين سألني بنوع من الحصرة هو يعني هو المتحسر قال لماذا أرى عندك فرامي قلت له نعم أنا عندي فرامي نحن كمسلمين لا نريد يعني أن نهين اسم الله تعالى ولو مكتوب على ورقة في آي أو في حديث فرأسا نفرم الأوراق أنا ما في عندي أوراق الكل يفرم في الفرامي لا شك هذا صدمه طمع أن يجد وثائق تربطنا في كل الدنيا اختصار يعني قاموا في تفتيش مكتبي ما وجدوا فيه ما كانوا يطمعون به من أمور في أوهامهم كانت موجودة ما الذي يعني يصعون لإيجاده أيش العلاقة اللي عاوزين يربطوك فيها تماما هم حقيقة بعد ذلك بدأت تتكشف تصريحاتهم يعني بناء على تصريحاتهم كانوا يطمعون أن يجدوا في مكتبي أو في مكاتب الإخوة الذين اعتقلوا وفتشت بيوتهم ومكاتبهم كانوا يطمعون بوجود أوراق رسمية تربطنا مع مؤسسات حركات على صعيد فلسطيني عربي إسلامي أو حتى حكومات مثل حركة حماس أو حزب الله أو حتى يعني أحدهم اسمه قدع عزرة قال لما اعتقلنا قال أنا لازلت أطمع أن أجد أوراق من ملفاتهم تربطهم مع صدام حسين نعم والبعض منهم افتعل افتعالا رغم أنه لم يجد أوراق افتعل افتعالا مدعيا أن هناك أنا شخصيا هناك علاقة مباشرة كانت بيني وبين الرئيس خاتمي في حينه في إيران هكذا كان يقال في التحقيق وفي المحاكم أيضا هم يظنوا أنهم سيجدوا أموال مكدسة بأكياس ظنوا أن يجدوا أموال مكدسة بأكياس من الدولارات في مكاتبنا أو في بيوتنا قبل نقلها إلى تنظيمات فلسطينية في الضفة الغربية وكطعة غزية حماس أو الجهاد الإسلامي أو غيره هذه كانت دائرة الأوهام التي رسموها لأنفسهم يعني هم نسجوا السيناريو وجايين دوروا على أدلة تؤكد ما نسجوه تمام بالضبط خاصة أن هذا كان حصل في أوج ما يسمى بمحاربة الإرهاب بالضبط أنت كانوا عاوزيني ربطوكوا لا شك في شبكة من الشبكات الإرهابية هل تعلم أنهم حاولوا أن يربطون أيضا بطالبان في أفغانستان هكذا اختلقوا أوراق اختلقوا أوراق قالوا هذه الأوراق عبارة عن مراسلات بينكم ومين بعض لجان زكاة في باكستان فاسروا ماذا يوجد من وراء هذه الأوراق بهاي الصورة التي تفضلت فيها هم أرادوا أن يربطوننا مع شبكة الحاضر الإسلامي بكل كارات الدنيا حتى في أمريكيا وفي أوروبا هو هدول عقلهم أفكرة هو امتداد للعقل الغربي وهو عقل قاصر عن أن يفهم الظواهر يريد أن يضع الجميع في سلة واحدة هذا من جهة وهذا جزء منه متعمد لأنه لا يريد أن يتعامل مع مشكلتك مع مظلمتك أنت لديك مظلمة هو لا يريد أن يعترف بها لا يريد أن يتعامل معها فيريد أن يجد لك مكانا في هذا النسيج الإرهابي العالمي جيد هذا من جهة من جهة ثانية هم أرادوا أن يجرموا الوجه الإنساني في عملنا الإسلامي أن يجرموا أن يصبح يجرم بالضبط مثل الإغاثي يعني أن تكفى اليتيم أنت متهم أن تقدم مساعدات لعائلات فقيري أو مريض أنت متهم أرادوا تجريم العمل الإغاثي وهذا مهم جدا أبعد من ذلك هم أرادوا تجريم بعض عباداتنا وهذا الذي كنا نقول لهم في المحاكم يعني هم كانوا يتحدثوا عن الزكاة كأنها خطة مشتبهة ناسوا أنها ركن أركان الإسلام الخمسي وهذا كان سياق حديث المحامين أنه من ينكر من هؤلاء المتهمين أنه يجمع زكاة أو ينقل زكاة إلى محتاجين حتى في الداخل الفلسطيني أو الكدس أو الضف الغربي أو كطع غزي من ينكر ذلك ولكن وهذا المحامين كان طبعا هذه أركان في الإسلام مثل الصلاة مثل الحج مثل الصوم إذن أنتم قدمتم إلى المحاكمة بهذه التهمة نعم تهمة أنكم تجمعون الزكاة والأموال لدعم الإرهاب هذا أحد الجوانب حقيقة هذا كان أحد جوانب تهمتنا وهو تحويل دورنا الإغاثي إلى جريمه من كان معكم من الناس التي تقلوا من إخوانكم كان مجموعة كبيرة يعني في البداية اعتقل مننا سبعة عشرة من أبناء الحركة الإسلامية من كثير من المؤسسات من مؤسسة الأقصى من الإغاثي الإسلامية من الإغاثي الإنسانية من بعض رجال الذين كان لهم دور مساعد لنا في هذه النشاطات الإنسانية ولكن بعد مرحلة أسابيع من الاعتقالات بدأت إجراءات التحقيق تفرز عدد قليل إلى أن بقينا مجموعة وخرج الباقي من الاعتقال الشيء اللي أود أن أؤكد أن طبيعة التهم أثارت أثارت كل المحامين يعني أنا أذكر أن أحد المحامين أراد أن يؤدي دور طريف بتسفيه بتسفيه هذه التهم فماذا فعل جاء إلى المحكم بطرد غذائي كانت توزع لجنة الإغاثة الإسلامية كرتوني فيها زيت معلبات سكر هذه المواد التموينية وضحها على الطاول أمام القاضي كلها قنابل فقال للقضاء كلهم أنا أريد أن أعترف باسم المتهمين أريد أن أعترف أنهم يقومون بهذه الأعمال يوزعون هذه الطرود الغذائية التي تشمل وبدأ يظهر أمام القضاء زيت طحين معلبات إلى آخره فهذه أجواء عشناها في خلال المحاكمات طبعا أبعد من ذلك تبين لنا خلال محاكماتنا مدى ضيق الأفق عند هؤلاء الذين يمثلون للمؤسسة الإسرائيلية في ضيق أفق في غباء في جهل في معرفة الآخر من طرائف ما حدث في محاكماتنا أحد المحققين يبدو أنه كان يراجع رسالة من رسائل متبادلة بيننا وبين مؤسسات إسلامية في محيط عالمنا الإسلامي فيبدو أنه في الوركة كانت بمناسبة عيد الأضحى فكان قد ذكر فيها عيد الأضحى فهذا المحقق العبقري ظن أنها اسم واحد فأخذ يسأل في التحقيق الأخ اللي كان يحقق معاه قاله أريد أن أعرف من هو عيد ضحى نعم قاله من هذا عيد ضحى كل الأم الإسلامية لا يوجد فيها هذا الاسم من عيد ضحى قاله لأ أنت تخفي هناك رجل أنت ترسلت معاه اسمه عيد ضحى مكتوب عندي معلوماتنا لا تخطئ قاله لا معلوماتك ليش لا تخطئ معلوماتك غبية أخرى مش بس لا تخطئ غبية عيد ضحى هذا أغبى رجل في عالم كل الأضاحة عنده فحقيقة هذا المقطع بالذات أحد المحامين بأسلوب ساخر وذكي عرضوا أمام القضاء وسأل هيئة الهيابي قالهم هل عرفتم من هو عيد ضحى نريد أن تفيدونا من هو عيد ضحى طبعا لما كشف عن هاي المهزلي كانت حقيقة حدث ولكن له دلالات مرة أخرى أقول يحكس مدى مدى كل تلفهم ضيق الأفق الغباء في بعض الحالات الذي تتصرف فيه البؤسسة الإسرائيلية اتجاه الطرف الآخر هذا يذكر أيضا واقع حصلت في محاكمات في إسبانيا لبعض المسلمين أو الإسلامين الذين يتهموا بالإرهاب وإحدى التهم لها علاقة بكتاب للنووي وترجمة ترجمة حرفية على أنها أسلحة نووية نعم فللأسف هذه ظاهرة عامة عند هؤلاء الناس لا أنا أذكر يعني في خلال المحاكمات الهيئة النيابي كإجراءات رسمية قالوا نريد أن نأتي بشاهد كمرجع معرفي وخبرة أذكر كان اسمه كبرفاسر وهو من كيادات عسكرية طبعا وهي المحكمة عسكرية كمان هي المحكمة والمدنية كانت هي المحكمة محكمة استئناف ولكنها كانت يعني تبحث في قضية أمنية في مدينة حيفا من ثلاث قضاء فجاء كبرفاسر إلى المحكمة وطبعا بدت النيابي توجه أسئلة بما يوافق روايتها فلما جاء دور المحامين أذكر أحد محامين نسأله قال له يا كبرفاسر أنت تقول أن هؤلاء المعتقلين ساعدوا في بناء مسجد قال له نعم قال له أين كان المسجد قال له في جنين قال له ملعب أن يساعدوا في بناء مسجد قال له لا هذا المسجد تابع لحماس قال له ما الذي عرفك ما الذي عرفك أن هذا المسجد تابع لحماس فقال له لا هذا يكفي أن يكون مسجد يكفي أن يكون مسجد حتى يكون تابع لحماس خلاص خلاص انتهى فلاحظ هذا هذا الفهم هذا هذا قبرفاسر هذا يعتبر نفسه مرجع يعني إذا تكلم يطالب بأموال لأنه لا يرفض أن يتكلم مجانا يعتبر نفسه فطح الزمان خبير خبير يجب أن يثمن كل جملة يقولها هذه الأجواء التي سادت محاكمتنا وطبعا أذكر أنهم ختموها بشاهد اسمه يسرائيلي طبعا يعرف نفسه تعريف ظالم يعني هو ظلم نفسه حقيقة قبل ما ظلمنا هذا الإنسان هو ظلم نفسه يعرف نفسه أنه خبير بالحركات الإسلامية سبحان الله تعالى فلما بدأ يتحدث يعني صنع أجواء من الغضب والاحتكاك في المحكمة بين الجمهور مع القضاء بين الجمهور مع النيابي بين الجمهور وبينه أنا على يقين أن بعض الجمهور هم أن يتقدم ويضربوا خلال المحاكمات بدوافع الحقد التي كان يتكلم فيها الكراهي والعدائية يعني أنا أذكر أنه تحدث من ضمن ما تحدث عن هبة الكدس والأقصى وقال أنه استشهد طبعا هو لم يستعمل هذه الكلمة يستعمل لغته أنه كتل من الجمهور الفلسطيني في هبة الكدس والأقصى ثلاثة عشر شاب ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال وهذا العدد لا يكفي إيه؟ نعم بهذا تعقيد يعني كان ينبغي أن يقتل أكثر طبعا هذا لم يشفي غليله وهذا خبير هذا خبير لم يشفي غليله فلك أن تتصور الأجواء التي عشناها هكذا كانت أجواء المحاكمات التي استمرت كرابة سنتين إلا قليل ونحن في المحاكمات كرابة السنتين وانتوا في الاعتقال في الاعتقال في المحاكمات هل تعرضتم للتعذيب في تلك الفترة؟ حقيقة التعذيب الجسدي حقا لم نتعرض له ولكن يعني تعرضنا إلى محاولات مطاردة دائمة ونحن في السجون بهذه الأساليب الغبية بهذه الأساليب من التهم وإفتعال أدلي بدون أي سبب حدود ملفنا ما كانت معروفة يعني مثلا أنا في خلال التحقيق معي سألوني عن أمور كثيرة سألوني عن أسماء مؤسسات إسلامية في كل العالم سألوني عن شخصيات إسلامية في كل العالم اعتبروا مجرد أنني في ذات يوم تجرأت وكلت للشيخ يصف القرضاوي كل عام أنتم بخير حولوها لا تهمي فقط فقط كل عام وانتم بخير وانتهت المكالمة من نصف دقيقة المكالمة سجلوها وجاءوها إلى المحكمة كدليل لإدانتي لأنني كل عام وانتم بخير للشيخ يصف القرضاوي هذه الأجواء هذه الأجواء الكثيرة كانت طول الوقت تطاردنا بدون حدود كل يوم كان جديد كل يوم كانت تهمي لم تكن قبل ذلك أرادوا أن يصنعوا جو يحاولوا فيه أن يدينوا ويجرموا كل عملنا الإسلامي كي يكون هو نموذج لهذا الإرهاب الإسلامي وتجريم هذا الإرهاب الإسلامي موديل موديل لتجريم الإرهاب الإسلامي ليس في الداخل الفلسطيني بل في كل العالم وكانوا يقضون تلفيق تهمة كبيرة تغيبون بسببها في السجون هذا كلام سليم فتكون عبرة لغيركم هذا كلام سليم ماذا قالت له المحاكمة صدر حكم في نهاية الأمر طبعا صدر حكم ولكن أنا دعني أقول هنا ملاحظة مهمة جدا الملاحظة المهمة أن المحكمة لم تكن كأي محكمة عادية هناك كثير من من حكم من معتقلين سياسيين الذي ميز محاكماتنا أنها كانت في أجواء من حشود بالمئات والألاف كانت تأتي يحضرها من الناس يحضرها نعم من الناس قاعة المحكمة ما كانت تتسع فكانت الناس تتبدل يعني يحضر المحكمة في بدايتها مجموعة ثم تأتي مجموعة ثاني وثالث وهكذا لما كنا في المعتقل كانت تأتي مظاهرات نسائية أو مظاهرات عامة كانت تنصب خيام اعتصام كانت تقام صلوات جمعة كانت تقام صلوات الطرويح في رمضان مع إفطار في أيام رمضان كرب معتقلاتنا يعني هذه صارت محاكمة للمؤسسة الصهيونية تماما هي محاكمة ما بين المؤسسة الصهيونية وكل مجتمعنا في الداخل من الذي أدرك هذا البعد بحكم تجربته الذي أدرك هذا البعد بحكم تجربته القاضي الذي كان رئيس لجنة القضاء التي كانت تحاكمنا هو الذي أدرك هذا الشيء في بعد تجربته لذلك كان معني بكل ثمنه أن ينهي المحكمة بالذات عندما دخل مرة للمرات إلى قاعة المحكمة فوجئ من كان الحضور كان الحضور مجموعة من الأهل من جنوب أفريكيا رجال ونساء مسلمين من جنوب أفريكيا مسلمون من جنوب أفريكيا جاءوا لحضور المحكمة فبهت صدم حقيقة أبعد من ذلك مرة للمرات دخل إلى المحكمة وأنا طبعا كنت أراكبه رئيس لجنة القضاء عندما كان يدخل إلى المحكمة أول شيء كان ينظر إلى الجمهور ليعرف من الزائر في هذا اليوم مرة للمرات دخل إلى قاعة المحكمة فنظر وإذ بهم لجنة حقوقية أوروبية واضح جدا من لجنة حقوق إنسان أوروبي جاءوا لزيارة بعض جمعيات حقوق إنسان عندنا فجاءوا إلى المحكمة ليشاهدوا المحكمة فالقاضي صدم بعد أن انتهت جلسة المحاكمة قالوا له نريد أن نوجه لك مجموعة ملاحظات ونطالبك بأن تسمح لنا بذلك في جلس معك وفعلا جلسوا معه جلسوا معه ووجهوا لملاحظات على كيفية إجراءات المحكمة التي شاهدوها أبعد من ذلك بدأت تأتي إلى المحكمة قيادات دينية طبعا مسلمة مسيحية درزية كانت هيئة القضاء تصدم عندما يدخلون مثلا إلى كاعة المحكمة فيجدون كل الجلوس كيادات دينية درزية من الجولان أو كيادات مسيحية بهيئتها ولباسها الواضح البارز حقيقة هذا الشيء أوجد قناعة في عقلية القضاء أن هذا الملف سيتضحرج هذه المسرحية لا بد من إنهاء المسرحية على كل حال لا بد أن يكون لنا عودة لها لأنه انتهى وقت هذه المراجعة سنستأنف الحديث حول هذه التجروة بالذات وما حدث معكم في السجن في المراجعة القادمة إن شاء الله إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر